اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على همية ما تشهده المملكة من مشاريع تنموية في مختلف المجالات ودورها في رفض الاقتصاد الوطني وتعزيز البنية التنافسية للمملكة على كافة الاصعدة منوها سموه بان مشروع المدينة الرياضية يمثل صرحا رياضيا تنمويا يضاف لمنجزات المملكة ضمن المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حافظه الله جاء ذلك لدى تراوس سموه حافظه الله عن بعد اجتماع اللجنة العليا للتخطيط العمراني بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الانسانية وشؤون الشباب وعدد من اصحاب السمو والمعالي والسعادة اعضاء اللجنة حيث تم مناقشة المخطط العام للمدينة الرياضية والذي يعد احد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف الى تطوير القطاع الرياضي وجعل مملكة البحرين وجهة للفعاليات والبطولات الرياضية الاقليمية والدولية وقد اعتمدت لجنة العليا للتخطيط العمراني المخطط العام للمشروع وكلفت هيئة التخطيط والتطوير العمراني باستكمال الدراسات التفصيلية المتعلقة بالمشروع الجذير بالذكر ان مشروع المدينة الرياضية يأتي مكملا لمشروع حلبة البحرين الدولية ومركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات وغيرها من المشاريع التنموية بالمحافظة الجنوبية اشتركوا في القناة